اهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي انتمنى تكونوا بي خير وعلى خير الوصفة اليوم سوف نعطيكم طريقة نفس المقادير نفس الطريقة انما تزيدوا لها السكر للمزيد من المعلومات خليكم معي حتى الاخير بالنسبة للوصفة العجين المكسر سوف نحتاجه 130 غرام زبرة بحرارة المطبخ 250 غرام البقيق سوف نغربه من بعد هنا صفار بيضة هذا البيض نحتفظه من بعد كي سوف نزيده في الكيش وعندي ثلاثة المعالق كبار الماء بارد كي سوف نزيده مع البيض هذا الماء البارد مع البيض سوف نعطينا القرمجة وعندي ثلاثة المكسر بالنسبة للبات بغيزة او العجين المكسر سوف نضيف لي هذا الصفار البيض إذا كان العجين سوف نضيفه لحلو يعني الحلويات مثلا سوف نعمرها بكخيم باتيسيا ونضيف لها الفواكه ولكن هذا البيض بالتجريبة البيض مع الماء يحتوي قرمجة مثل الزبدة للعجين المكسر ولا تكسر لنا نبدأ على بركة الله بما اننا سوف نحضروا هنا العجين المكسر المالح فلا سوف نستعملوا السكر لذلك سوف نستعملوا العجين المكسر يعني الحلو سوف نضيفه مع القكبار السكر ولكن هنا سوف نبدأ اول حاجة بالزبدة هنا كما قلت لكم بحرارة المطبخ نضيفها هنا ونحاول ونضيفها برؤوس لأصابع كما ترون لانها بحرارة المطبخ فهنا بالنسبة لهذا السفار البيضاء ما سوف نضيف لها سوف نضيف لها ثلاثة المعالق كبار الماء البارد كما قلت لكم واحد جوج ثلاثة ثلاثة نضيف لهم ملح 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 ونحرك ونضيف هنا جانبا هذه الزبدة نحس بها جيدة ونضيف الطحين كما قلت لكم سوف نغرب نحاول أن نغرب لمفسه سوف نغرب نغرب الزبدة ونحصل على خليط مرمل كما ترون العجين سترمي بذلك الزبدة والدقيق نحاول نضيف السفر البيض مع الماء ثلاثة المعالق والملح نحاول نضيف 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 بكل سهولة نحاول نضيف 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 20 دقيقة ثلاثة هنا كما ترون انا اضيفت العجين 20 دقيقة تجمع رأسها نحاول نضيف نضيف الزبدة تستطيع الماء 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 الشباب الماء نضيف بعض جهة الطعام ونضيف الطعام ونضيف الزبدة نضيف والدلع الزبدة وكي سوف ندرك هنا لكي يأتي العجينة سوف ندرك مسطحة ومتساوية كيف ترشون هنا سألت العجينة سوف ندرك هذا الصحن اما ترشون بالماء او لا سوف ندرك لانه لا يصبح سوف ندرك هنا سوف ندرك العجينة على هذه الطريقة لا تحتاجون وكي سوف ندرك هذا العجينة المكسر يكون حساس بغيتي يتحرس بغيتي يتشق ليس مشكلة لأن هناك زبدة سوف ندرك طريفة وكذلك لا تشق سوف ندرك ضعافة وكذلك سوف ندرك وكذلك سوف نبدأ بطريقة سوف ندرك وكذلك سوف ندرك الزبدة سوف ندرك وكذلك سوف ندرك سوف ندرك سوف ندرك سوف ندرك سوف ندرك لكي لا تجد وكذلك هناك قعبة لكي لا تستطيع فرشة فرشة لكي لا تستطيع فرشة سوف ندرك فرشة سوف ندرك سوف نغطي هذا الوجه بالأليمينيوم بالأليمينيوم لأنه ليس ضروري فوق اللوبيا فهذا سوف ندرك هذا الوجه الأليمينيوم سوف ندرك سوف ندرك 20 دقيقة سوف ندرك 20 دقيقة سوف ندرك هذا الوجه سوف ندرك الأليمينيوم سوف ندرك 10 دقائق هنا العجين المكسر سوف ندرك مباشرة سوف ندرك العناصر لكي سوف ندرك كلابات بغيثة أو العجينة في العمارة كيف ترى الوصفة التي استعملت فيها هي كيش مالحة لكيش مالحة لكيش مالحة كيش مالحة تفرحني دائما وبالنسبة لكيش سوف ندركها في نهاية الشاشة لكيش رعاية الله وحفظه إلى المنتقى إن شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة